أحبطت مكافحة المخدرات عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وألقت القبض على أحد المتورطين في شبكة تهريب إقليمية فقد تتبع العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ومنذ فترة معلومات حول قيام شبكة تهريب إقليمية بالتخطيط لإدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى المملكة وتخزينها تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول المجاورة وذلك بالتنصيق مع شخص داخل المملكة وأقالت إدارة الإعلام الأمني أنه على مدار أسابيع من التحقيقات وجمع المعلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد هوية شخص مشتبه باشتراكه مع الشبكة داخل المملكة حيث وضع تحت المراقبة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وبعد انتهاء التحقيقات تم تأكيد استلام المشتبه به المواد المخدرة وتحديد مكان تخزينه لها في أحد المستودعات في عمان حيث تمت مداهمة المستودع الذي عثر فيه على مليون وسبعمائة ألف حبة مخدرة أخفيت داخل رولات بلاستيكية وقد تم ضبط الشخص المتورط في القضية وتحديد عدد من أعضاء الشبكة وهم ثلاثة أشخاص من جنسية عربية يقيمون خارج الأردن ترجمة نانسي قنقر